طيب بص يا سيد النهاردة ان شاء الله جايب لك اهم الاسرار للريتاتش لو عرفتها فعليا هتنقل مستواك في حتة تانية خالص فيلا بينا اهلا بك صديقي معاك احمد حمد طبعا اي صورة انت بتشوفها عليها ريتاتش او فيها اللمعة بتاعت البشرة اللي بتخطفك دي بتبقى متخير ان الصورة بتكون كده وبعد التعديل عليها بالفوتوشوب بتكون بالجمدان اللي انت بتشوفه في الاخر ده ولكن للأسف الموضوع مش كده خلص وهنا السر يا معلو واللي لازم تبقى فهمه ان الصورة قبل ما بتتصور اصلا بتعتمد اعتماد تام على توزيع الاضاءة في مرحلة التصوير نفسها يعني مثلا خلينا نبدأ اوضحلك بطريقة بسيطة شوية طيب انت شايف دلوقتي على وشي من هنا لايت زرقه وشايف الجنب التاني لايت بيضاء طب هل لو انا طفية الاضاءة دي يعني خلينا اطفيها معك انا دلوقتي طفية لايت الزرقه دي هل لو انا دلوقتي احب اتعمل نفس اللايت بالفوتوشوب هتطلع بنفس الشكل اللي انت شايفه دلوقتي كده انت ممكن طبعا تعمل الموضوع ده ولكن مش هيبقى بنفس القوة ونفس الواقع فاللي عايز اقولهلك ان انت لازم تبقى فاهم ان اللايت اللي بتبقى متوزع على الاسكين دي بتبقى في مرحلة تصوير نفسها هتقول لي طيب لو انا راجل ما بصورش مثلا وعايز برضو اتعلم الروتاتش والكلام ده هقولك ان انا برضو عامل حسابي فما تقلاش خالص هقولك على الحل ولكن في الدرس الكامل المهم يا سيدي ما تنساش اشتراك في القناة لان انا عارف انك بتنسى ولايك للفيديو كومينتك التشجيعي وحقيقي باشكركم خبط المايك وحقيقي باشكركم جدا على الدعم اللي انا كنت شايفه الفترة الاخيرة ربنا رب يبرك فيكم قبل ما مش بما تنساشها صلى على النبي وبس كده بينا على الشرح طيب يا سيدي قبل ما نعمل اي حاجة عايزك تصلى على النبي وتدعو لاخوتنا كتير جدا 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 طيب اول حاجة انا عملتها بتديت ادخل على ادوب استوك او شاطر استوك او في ريبك او اي ان كان الموقع اللي انت بتحمل منه مش فرق اطلاقا تمام وبتديت هناك تب مان واو كده حد يبقى مندهش كده وعنده ري اكشن معين لانك برضو فكرة انك تختار صورة فيها ري اكشن كده بتكون جزبة اكتر من الصور العادية ولازم تبقى فاهم النقطة دي كويس طيب سيدي هابدى اقولك انا بركز على ايه جدا في مرحلة السيرش وانت بتنزل هيقابلك صور لو ركزت في كل سكين او في كل بشرة بتاعت شخص هتلاقي ان في بعض الصور بيكون عليها توزيعة الاضاءة اللي انا قلتلك عليها يعني خلنا مثلا نفتح صورة زي دي ونفتح الصورة برضو اللي احنا اشتغلنا عليها او اخترتها ونفتح مثلا صورة زي دي كمان وتعال بقى نفتح الصور العادية علشان افهمك الفرق بين الاتنين بص يا سيدي لو بصيت له صورة زي دي هتلاقي فيها توزيعة الاضاءة اللي انا فهمتها لك في اول الشرح يعني انت لو ركزت هنا على الجزء الشمال ده هتلاقي ان في لايت هنا خطة في وشه من على الشمال كده وفي لايت برضو خطة على اليمين تمام فالتوزيعة دي بتديك فعليا شكل حلو قوي قبل ما تبدأ انك تعمل بتاعك على الفوتوشوب تمام خلينا مثلا نشوف صورة بعدها دي الصورة ان احنا اشتغلنا عليها مثلا هنا مثلا لو بصيت برضو هتلاقي ان في لايت شمال ويمين وفي برضو بعض اللاسعات كده موجودة في الوش في النص تمام تعالة مثلا نشوف اللي بعدها هتلاقي نفس الموضوع هنا مثلا في الصورة زي دي مش هتحس ان هي فيها توزيعة الاضاءة فبالتالي مش هتحس ان الصورة قوية فانت مثلا لو مسكت حتى صورة برضو زي دي وبصيت كده هتحس ان انت لو عملت فيها اي شغل او اي توزيع اضاءة بالفوتوشوب الموضوع هيبان فيك جدا وهيطلع شكله وحش اوي اوي فهي الفكرة ان انت بتعتمد على مرحلة التصوير في توزيعة الاضاءة بتاعتك وبعد كده بالفوتوشوب الموضوع بيكون سهل جدا لانك انت هتبقى عارف هتشتغل فين وهتبدأ منين وهتقف فين لكن صورة زي دي بيبقى الموضوع صعب اوي انك تشتغل عليها الشغل اللي احنا هنشرحه في درس النهاردة انا مش مهم عندي اطلاقا ان انت تبدأ تطبق قد ما مهم عندي ان انت تبقى فاهم الموضوع ماشي ازاي وايه الاسرار في الموضوع لان انا في بداية ما ابتديت برضو عشان اتعلم الريتاتش وانت بجيب اي صورة وبشتغل عليها وبقول هو ليه نتيجة دي مش بتطلع زي دي وفي الاخر بعد فعلا فترة طويلة جدا من التركيز فهمت ان الموضوع بيعتمد على التصوير وتوزيع الاضاءة في مرحلة التصوير النفسها مش مجرد بس فوتوشوب يعني انا عايز اقول لك لو بسيت مثلا على صور المسلسلات او البسترات او الكلام ده عايز اقول لك ان فعليا الشخص اللي بيعمل ريتاتش بالفوتوشوب هو يدوب يدوب بس بيعمل حاجات لمسات بسيطة يعني ممكن معالجة البشرة مثلا من الحبوب او الحاجات اللي زي كده وان هو بيشتغل دوتجو بيرن وشكرا فتعالا بقى بينا سيد الروح على الفوتوشوب وهنعمل نيوم من هنا وهبدأ افتح مقاس 4000 فيكسل في الفين ونص ارتفاع في ريزوريشن تلتومي هبدأ اعمل كرييت ولكن قبل المرحلة دي خلينا اخذك لفاصل سريع ونرجع مع بعض مرة تانية ويلا بينا دلوقتي الاصدار السادس من فونتا حمدي بقى متوفر بفضل الله المرة دي بمميزات اتعدى الـ 22 جيجا وكمان مع خصم مميز جدا وهو 60% ده غير ان انا كده كده بقدم لك الفونتا بسعر رمزي فانا عايز اقريك اسعار الفونتا في العادي بتبقى بكام وانت هتفهم بنفسك الخصم هيكون لفترة محدودة ومش عايزك تفكر ان فيه خصم هيكون موجود دلوقتي خالص غير الخصم ده وحتى لو حصل بعد فترة طويلة هيكون خصم بسيط قوي في الخصم اللي انا بقدمه لك دلوقتي في حول تلحق المهم يا سيدي بقى المميز في الموضوع ان انا عملت لك لينك بيهانس تقدر انك تشوف فيه كل حاجة بالتفصيل وكمان محتوى الباكتج اللي هتوصلها كل ده هتقدر تشوفه صور وحرفيا بعد ما هتقدر الباكتج اللي موجودة مع الفونت مش هتبقى محتاج اي صور ولا اي ملافات ان شاء الله من اي موقع نهائيا بعد كده فبس يا سيدي للتواصل واتساب رقم اللازر قدامك او فيه لينك تحت تقدر تضغط عليه حاولك للواتساب اوتوماتيك وبس كده طب يا سيدي عاديك تصلى على النبي اعمل اشتراك في القناة لايك للفيديو كومنت بقى من الكومنتات اللي هي بتخلي اي حد بيقدم محتوى والله لو ما شافش كومنتاتش جاية فعليا هيبقى بطة بالا دي عشان تبقى فاهم بص الكصة مش ازاي المهم يا سيدي عملت ده واللود للصورة دي طبعا الصورة بإن جي خالصة هو هسيبها لك برضو ما تقلقش طبعا وعايزك تركز معايا بقى يا معلم انا هبدأ انزل تحت كده وهروح اندل واختار السولد كالر وهبدأ اختار هنا مسلا تكون ايه غمقة علشان ابقى شايف الليلة اللي قدامي دي بشكل بارز واوضح طيب انا هبدأ ازوي معاك على البشرة طيب يا سيدي اول حاجة لما تيجي تبص كده على البشرة الاول مرة هتلاقي ان فيها بعض المناطق اللاسعات القفل اوي زي مسلا الجزء اللي انا وقف عريبي الماوس ده وجزء هنا فاتح وهتلاقي جزء احمر وجزء ابيض وحاجات كتيرة كده فيها مشاكل تمام طيب خلينا اقول لك اول حاجة بتبدأ نعالج بيها الموضوع ده كله او ان احنا بنحاول نخلي البشرة كلها تبقى لون واحد ازاي بص بقى زي ما انت واقف كده هتجيب المربعة وهتبدأ تروح عند جزء يكون هادي خالص مثلا زي الجزء ده وتعمل هنا سيليكت مسلا على الجزء ده بشكل مربع صغير كده وهبدأ اخد من الجزء ده تمام انا كده اخدت اهو تمام هروح عند فلتر وهبدأ اعمل من هنا كده للجزء اللي انا اخدته كوبي ده بص هبدأ اخليه بقى ناعم خالص كده بالشكل ده ليه بقى لان انا عايز درجة اللون بتاعة البشرة نفسها بدون اي اسود او مناطق غمقة او فتحة او الكلام ده ركز معايا تمام وهبدأ اعمل اوكي هبدأ اجيب البراش تول الخفيفة وهبدأ هسابت سبع الالت وهاخد نفس درجة اللون لو بصيت كده لما دوست كليك هتلاقي ان الدرجة جات معاك هنا في المربع ده فخلاص كده هبدأ اعمل دليت للمربع اللي قدامك اللي احنا عملناه وهبدأ اعمل نيولير وكنترول ألت جي علشان ادخل نيولير دي جوه الشخص وبعد كده يا سيدي هبدأ اطلع فوق هنا للفلو هخليها اتنين اتنين وركز معايا وبعد كده بالبراش تول هبدأ امشي على البشرة كلها وهركز ان البراش مجيش على العين على حجر العين ولا على الحواج ولا على اي حاجة فيها شعر ولا حتى على فتحة المناخير دي فاهم احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنبدأ نمشي على البشرة نفسها اهو طيب انا كده بعمل ايه انا كده بخلي البشرة كلها تبقى نفس اللون اللي انا حطيته ده علشان لو فيه مثلا جزء احمر جزء مش عارف ايه يعالج لك كل الحاجات دي كلها وهوريك دلوقتي انت ممكن ما تبقاش حاسس ان فيه حاجة بتتغير لا بس فيه طبعا حاجات بتتغير كتير وهبدأ فاهمك الموضوع تمام طبعا انا عايز اقول لك حاجة الموضوع الريتاتش ده انت لازم تاخد فيه وقتك جدا يعني انا حاليا لازم هشتغل بسرعة طبعا عشان وقت الفيديو ولكن انت لو اخدت فيه وقتك خد وقتك خد وقتك خد ساعة اثنين تلاقي تبرحتك المهم في الاخر كل ما بتهدي ايديك في الموضوع كل ما فعليا بتطلع بنتيجة افضل واحسن بكتير تمام طيب تعال نشوف كده قبل وبعد بص كده بص طبعا انت هتحس ان الموضوع بدأ البشرة كلها تبقى مية واحدة والدنيا هدية طيب لو في حاجة زادت منك مثلا زي موضوع المناخير ده ممكن اعادي بالاستيكة اهو هقلل برضو هخلي الفلو هنا مثلا 30 او حاجة وخفيف كده هبدأ احزف بعض الحاجات يعني بفا بص كده انت خليت البشرة كلها تبقى مية واحدة ما تبقاش محروقة من حتة وحمرة من حتة ومش عارف ايه والكلام ده تمام طيب الخطوة اللي بعد كده دوس بقى هبدأ ازاون معك وهبدأ من هنا كليك مين هختار اداة اللزبط وهبدأ اصغر السايز بتاعتها شوية وهقف على اللير بتاعت الشخص نفسه ومن هنا لو قبلك اي حبوب طبعا اقول له اوكي لو قبلك اي حبوب بتبدأ تدوس كليك عليها اهو حتى لو شوات الشعر دول ما انت مش عايزهم بتبدأ بس تشيل كده بعض ايه المشاكل الصغيرة مثلا الخطوط دي اهو عندك هنا مثلا حاجة مضايقاك في اي حباية او اي حاجة مش عايزها بتبدأ بس تدوس عليها كليك كده بتتشال بكل سهولة تمام طيب دي كده مرحلة ان انت لو في حبوب عايز تشيلها او حاجة طيب الخطوة اللي بعد كده هبدأ اطلع فوق هنا وهبدأ اعمل وهبدأ اعمل وهبدأ اعمل وهبدأ يا سيدي بقى اروح عند وهختار ومن في اللي هنا هختار وهختار من النورمال دي هخليها بالشكلة لو هبدأ اعمل من هنا اوكي هيبدأ يغير لك الشكلة بالمنظر دا كل اللي هتعمله انك هتيجي عند النورمال هنا وتختار برضو هتحس ان ما فيش حاجة تغيرت لانه بالفعل ما فيش حاجة تغيرت ركز معي بقى في الخطوة دي احنا هنشتغل يعني ايه ده المسؤول عن المناطق او اللاسعات الفتحة اللي هي الحاجات اللي انا ماشي عليها بالماوس دي والبرن الحاجات الغمأة العكس الشادو اللي هو بيقى في الوش المناطق القفلة واحنا هنعمل ايه بقى احنا هنقوي في الفاتح وهنغمأ في الغامأ سهلة زي ارنبنا في منور انور وارنب انور في منورنا طب والله حلو قلتها من اول مرة بص يا زيد هبدأ اروح هنا كليك يمين على بالشكل ده وهبدأ اخلي الرقم ده مسلا يكون قليل يعني مسلا ممكن عشرة تمام وركز انا هعمل ايه انا هبدأ امشي على المناطق الفتحة بس ومش هتقل ايدي ركز معي انت لو تقلت ايديك الموضوع كله بيتحرق وبيبقى شكله مش حر انت يا دو بص لمسات اهو كده انا بعمل ايه انا بقوي الفاتح اهو بص ولازم تسحب كده البروش كده تسحب كده مش تتقل ايدك وتقعد تثبت في مكان لا وانت بتدوس تمشيها كده عشان ايه عشان ما تبقاش قوية في حتة معينة وتبقى بايزة معك في حتة معينة بص كل المناطق مع زرة انبقى لو تكتكت الموض ظهر في المايك بس الموضوع فعلا لازم تتكتك كتير قوي بص يعني انا ببدأ اروح عند المناطق الفتحة يعني فيه خط هنا صغير اهو وببدأ قوي اهو في ودنه هنا في حتة فتح اهي وفي حتة فتحة فوق هنا مثلا في صبعه في حتة فتح اهي هنا بردو هنا بردو اهو تمام؟ طيب الشفايفه هنا بردو محتاج هنا انك تصغر الصيز اهو علشان تبقى دايز في الفاتح بس في خط بتاعة الشفايفه من فوق فيه ابيض برجو هدوس عليه هنا في المناخير الحتة دي هنا في لسعة هنا 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 في قرطه في لسعة هنا فوق اهي ولو زودت شوية لان في خط هنا في قرطو في لسعة برضو هبدأ اصغر عليها اهو بص الموضوع يبلك من بعيد ان هو مرهق وايه عام الصعوبة دي وعايزين حاجة اسهل بس عايز اقول لك على حاجة لو تعلمت الموضوع فعليا هتحس ان انت قاعد بتعزف هتحس ان الموضوع فعلا فيه متعة رهيبة مش زهق خالص فاهمني انا ممكن هديك طرق بس مش هتطلع بنفس او مش هتحس ان انت عملت حاجة فاهمني فانا عايز اديك الطريقة اللي بيشتغلوا بيها يعني دي دي الطريقة اللي بيشتغل بيها كل الناس اللي بتشتغل ريتاتش بشكل الاحترافي يعني فانت لازم تبقى فاهم الموضوع ازاي لانك لو اعتمدت على الفلاتر ومش عارف مين راح فين انسى مش هتعمل اي حاجة طيب طبعا انت ممكن متبقىش حاسس بالفرق ولكن انا لو خفيت لك اللير بص بص هتحس بالفرق هتلاقي ان فيه فيه شغل اتعمل تمام طيب خلاص احنا كده عملنا مرحلة هنعمل ونفس الليلة بالزبط علشان ادخل هروح عندي هختار من هنا خلاص اوكي وهبدأ اغير هنا هي هي بالزبط ولكن كل اللي هعمله ان انا هدوس هختار وبرضه هتأكد ان الرقم هنا قليل تمانين او عشرة مش هتفرق وهبدأ يا سيدي اعكس بقى هشتغل على المناطق الغمقى بص بص كده انا مش هقرب جنب المناطق الفتحة خالص اهو هبدأ ايه بقى يعني العين هنا فيها شادو والجزء ده في شادو اهو والجزء ده وهنا ما بين اللايت دي واللايت دي بص هنا شفايف ومحتاجة بقى تبقى غمقى اهو عادي ممكن تدوس على الابيض برضو عادي طالما هو كده كده منور بس ما تزودش ايديك يعني في عبني اهو وهبدأ هنا في المناطق اللي فيها شادو في النص كده اهو تمام هنا مسلا فيه برضو اهو هرجع للغار كده وهنا برضو في الغامق وهنا طبعا انا شغال بطريقة سريعة الافضل انك ما تشتغلش بطريقة سريعة خصوصا في الريتاتش تمام وهبدأ ادوس بقى على الاماكن اللي فيها شعر زي مسلا الحواكبه عشان اغمقها شوية تمام طيب فمرحلة ان انا عايز ارجع مرة تانية كل اللي هتعمله انك تنزل بس خلينا نسمي عشان ما تنساش يعني انا حسنا هبدأ اعمل دي كده وهبدأ اخلي دي علشان ابقى حافظ يعني تمام يبقى انا لو رحت كل اللي هعملو كليكي مين وهختار طيب هنا العين محتاجة فتحها هزود الرقم ده شوية وهبدأ اقوى في العين شوية كده وهبدأ اقوى برضو في العين هنا شوية وهدي بس في الابيض كده حاجات بسيطة عشان عينه ما تنورش منك قوي تمام وهنا في حجر عينه ده هبدأ ايه اقوى شوية فبص كده هتلاقي الموضوع بدأ يبقى حلوة قوي تمام ولو عايز انا بقى ارجع كده يعني لقى خلينا ارجع الرقم ده بس زي ما كان عشرة مسلا او تمانية مش تفرق اهو هدي هنا ايه في الابيض وهنا برضو كده مسلا فاهمني تمام تعال بقى وريك قبل وبعد هنا مسلا البر بص وهنا بص طيب في مرحلة ان انا عايز اوريك الكل هعمل لك دول جروب كده وهوريك قبل وبعد بص بص حلوة بصراحة يعني تمام خلينا بقى نرجع علشان ندخل كل اللي ارد بها زي ما كانت اهو تمام وهنيجي بقى المرحلة حلوة قوي هطلع لفوق وهبدأ اروح هنا وكنترول الت جي تمام طيب كل اللي هعمله هنا ان انا هبدأ اروح لاول حاجة اللي هي وهبدأ وانا بتحرك شمال ويمينة بقى مركز مع البشرة بص بص هنا بقى بتبدأ تخلي الدهبي اللي هي بتختفق اصلا ان انت داخل الدرس علشان هتقريبا بص بقى يا سيدي حاجات بقى ايه ما تحرقش ما تحرقش البشرة بالشكل ده علشان فيه ناس بتعمل كده جماعة من كتر ما انت بتبقى حابب الموضوع بتقطر لدرجة ان انت بتحرق السكين لأ حاول تخلي السكين تبقى واقعية يعني بشكل عادي كانها ما فيهاش اصلا اي حاجة فعين وهبدأ اروح مثلا للون القميس هنا هبدأ اهو هخلي اللون القميس هنا يبقى الوانه زيادة مثلا شوية اهو بعد كده الازرق وهغير بعد كده للابيض ركز ركز اهو اهو يا سيدي وهبدأ اروح للرصاصي طبعا الارقام اللي انا بعملها مش ارقام سابتة على حسب ما انت حابب تروح منك لفين فاهمني اهو طيب لما تجي تشوف كده هتلاقي ان السيليكت في كالر ادت برضو بعض اللمسات البسيطة خالص طيب زي ما انت ابدأ اروح للكالر بلانس كنترول ألت جي وبرضو الكالر بلانسي هنا هيبقى لها دور اهو وهبدأ اغير هنا الهايلايتس اهو وهبدأ اغير فبص الموضوع فعلا شكله بتحفة والله العظيم شكله تحفة وانت بتبقى مستمتع وانت شغال الحاجة باديك بعيدة عن الحاجات الجهزة اصلا فاهمني طب يا سيدي هبدأ اعمل كل الكلام ده في الجروب الشخص بالحاجات اللي حواليه تمام وهبدأ اجيبه على الشمال شوية كده علشان هبدأ احط اي جملة هنا تديني اخليها تغبط في وشوف وهعلمك ازاي تعمل الاضاءة الصفرة اللي هي كانت موجودة اصلا اللي انا ورتها لك في اول الفيديو اللي ده الزرق اللي كتفى على وشي هي طبعا هنا مش موجودة ولكن طالما فيه هنا مسلا لونه حتى لو ابيض نقدر ان احنا نشتغل عليه ونغير الابيض ده للاصفر فانا هبدأ افهمك ازاي تعال بين يا سيدي اول حاجة هبدأ اكتب كلمة عادة انا كتبتها انت ممكن تكتب اي جملة مش فرقة وابتدي تغير الفونت بالفونت ده ممكن اسيبه لك عادي برضو مع وهبدأ اكبر كده شوية وهبدأ خليها يبقى بالطول بالشكل ده وهبدأ اخلي لونه يكون اسود تمام وهبدأ اروح معاك على ادوبي استوك والكل اللي هعمله هنا الانهاج تبتكست افكت سري ده هبدأ انزل هتلاقي ان ده الافكت اللي انا اخترته اللي هو بتاع النيون ده بيبقى شكله حلو جدا ابتدي تحمله وفتحته معايا على الالستريتور هيفتح معاك على الالستريتور ركز معايا هتدوس وخمسة هيفتح لك القايمة المربعة اللي هي هتبدأ تجيب السهم وتدوس على على الصفرة او اللون اللي فوق مش هتفرق بس خلينا ناخد الصفرة عشان الصفرة عجباني اهو هتحرك بها كده الواحدة وهبدأ اعمل هنا في القايمة دي كل اللي هتعمله انك هترجع على وتاخد الكلمة انت ممكن تكتب الكلمة على عادي مش شرطة تاخدها من وكذا لكن الناس بس عشان تبتشتغل وكده وهبدأ اروح وهبدأ اختار بالشكل ده هيبدأ يشلك كل اللي هتعملونك هتدوس على من هنا هيبدأ يتطبق معاك على الكلمة بالشكل اللذيذ اوي ده هبدأ اشد معايا الكلمة على اهو بص معايا كده هتلاقي الموضوع راح في حتة تانية خالص ركز بقى المفروض ان احنا عايزين نعمل اضاءة ورا الشخصة ورده تبقى ماشية مع نفس درجة لون الاميس فانا هبدأ انزل تحت هنا وهبدأ اقف هنا كده بالزبط وهبدأ اروح وهختار بالشكل ده هيفتح لك القيمة ده هتفتح الجزء ده وهتفتح الجروب تختار اللي هي هيبقى على شمالها لون وعلي منها مربعات رصاصي فبيض ركز متختارش اي حاجة هنا عشان ما تبص لا اختار ده وابدأ هنا المسلس ده دوس دابل كليك عليه وابدأ هنا قوي مسلا في الاضاءة دي بص لا اي لون بقى انت حبه مسلا اللون ده حلو قوي بص هتلاقي ان الالوان مع بعضها طحفة صلى على النبي وهستأذنك تعمل اشتراك في القناة انا عارف ان انت بتنسى يعني انا فاهم ان انت بتنسى والله هعمل اشتراك علشان اللي جاي بس ما يفوتكش تمام طيب اسيدي ركز معايا بقى في الخطوة دي هنا المفروض ان السورس لايت بتاعت النيون اللي احنا عملناها برتقاني صح كده طب انا عايز البرتقاني ده يبقى خبط في وشه هعمل ايه هبدأ اطلع هنا كده بالزبط وهبدأ اعمل سليكتف كولر تمام وكنترول علشان يخش جوه الشخص زي ما اتفقنا وهبدأ اغير هنا ده للاصفر ومن هنا بص بقى ركز معايا بص هنا مثلا هخلي دي مينس مية في المية والبلاك هنا هبدأ اقويه مثلا كده والاصفر ده هبدأ اخليه كده ودي مثلا هبدأ اخليها كده يبقى خلص اشتغل على نفس الارقام اللي قدامك دي طب انا عملت ايه هنا انا ابتديت اخلي الاصفر هنا يبقى قوي بزيادة فبص يعني هنا مثلا ممكن اقويها شويتين تمام طيب زي ما انت واقف كده بالزبط ابدأ اعمل وكنترول كده انا عكست يبقى انا لما هقرب او هزوم كده وهبدأ اجيب اهو النعمة طبعا وهبدأ اعلي هنا الفلو هنا مية في المية او خليها مثلا تمانين او حاجة وبص بقى خفيف قوي بص بص امشي على حواف الوجه بص وفي الشعر ممكن وفي الودان كمان تمام وهنا مثلا على طرف اليد طيب حالة ان انا زودت زيادة وعايز احزف هدوس اكس علشان اخلي المربع هنا يكون اسود وهبدأ احزف اي حاجة زادت مني واكس تاني علشان ارجع اكمل اهو لأ هنا زادت هبدأ ارجع شوية وممكن نقلل بس الفلو هنا شوية علشان المضام يبقى الزيادة اوي اهو حاسد برضو ان زادت شوية اهو اكس هي خلينا اقدر ارجع الخطوة بكل سلاسة اهو تمام طيب تعالا كده نرجع ونشوف بص 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 تحطة الصفرة اللي احنا عملناها دي تديك فعلا شكل حلو قوي وبطريقة واقعية تماما تحس ان هي فعلا كان حقيقة هنا برضو ممكن ادى على دي كده حاجات خفيفة يعني تمام طيب في حالة ان انا عايز اتزود الموضوع هبدأ ادوس هنا بالكليك زي ما نوقف كده بالزبط هيفتح لك من هنا بقى ممكن تبدأ بص تقوي الموضوع اهو تمام وهبدأ اغير من هنا وهبدأ اتحرك بص بص بس هنحاول ما نزودش قوي تمام لما تيجي تبص كده لأ الموضوع حلو تمام لكن زاد مني بزيادة فانا هبدأ اقف عند هنا كده في النص وهبدأ احزف اللي انا مش عايزه يبقى تقيل معي اهو يعني انا يا دوب هستكفي بس بص بالجزء الاحمر اللي انا حطيته على يمين الشخص ولو انا عايز اخليه اصفر هرجع من هنا عادي وهبدأ اخليه بقى بنفس دربة اللون ركز معا فبص كده لمسة بس تفرق تمام طيب هنقف عند المسك وهبدأ احط على ايدي من هنا كده وهبدأ احط على ايدي برضو من هنا كده على اساس ان هو يديك كأنه خبط في ايدي اهو احنا ممكن نحطه على القميس بس القميس مش هيبان يعني القميس دي هنعمله مرحلة تانية هفهمها لك دلوقتي وهنا على شعره مثلا نبقى قدام سنة لما تيجي تبص كده فرقت طبعا طبعا تمام طيب هنا هنبدأ نعمل وهبدأ من البراش تول هبدأ اجيب الدرجة مثلا دي اللي هي نفس الدرجة اهو وهبدأ امشي على حواف القميس من بره خالص ما حاولش هدخل جوه برضو ايه زيادة عن اللزوم اهو تمام اهو وكل اللي هتعملو انك هتبدأ تغير النورمال مثلا للملتيبلاي وكنترول يو هنا ممكن تخلي اللون اي درجة بس لازم طبعا نفس الدرجة بالزبط على اساس ان هو الموضوع يبقى واقع بزيادة طيب هبدأ اكبر بتاعت البراش شوية وهبدأ اقلل الفلو هنا مسلا عشرة ولا حاجة تمام وهبدأ ادخل تبقى جوه شوية كده فبص طبعا اللي يزيد منك تقدر انك تحزفه بكل سلاسة عادي تمام طيب الكلمة هنا كانت طايرة تحس ان هي مش متعلقة في حاجة فاحنا ممكن ننزل تحت الكلمة يعني مسلا ده بتاعها اهو هافتحتها كده وهبدأ اجيب المربع العادي ده وهبدأ اعمل خطوط كده بص تحت منها كده اهو بالشكل ده والخطوط دي هخلي شكلها يبقى رصاصية اهو يعني الاسود اللي هو رايح للرصاصي وهبدأ اعمل واحد وانا دايس على القلط هعمل اتنين وانا دايس على القلط هسحب هعمل تلاتة وكأن يعني الكلمة متعلقة على اللي هو كأنه حديد يعني فاهمني طبعا انت لو زبط ايدك في الحتة ده تزبط معك الدنيا وهبدأ اخلي الليلة دي كلها تبقى في النص بالزبط تمام وركز بقى معايا في الخطوة دي جدا البشرة لازم لها مسام يبقى مديها شكل حلو فاحنا هنعمل ايه هنقف هنا بالزبط ونيولير وكنترول نفس الخطوة هبدأ اروح هبدأ اعمل اوكي من هنا هبدأ اغيرها ومن هنا هبدأ اروح الفلتر وهختار الكاميرا وهبدأ افتح افكت وركز معايا بقى انت شايف هنا شكل رصاصي صح طيب لو زودنا الرقم الاخير ده بص بص المسام اللي بتبدأ تظهر قدامك ده بص هبدأ اقوي هنا هخليها مية في المية وهبدأ اعمل اوكي فركز معايا ايه اللي هيحصل هتلاقي ان الشخص بدأ ايه تبقى فيه زي نغماشة كده انت هتحس ان ايه حاجة مش حلوة بس هفهمك هبدأ اروح معاك الفلتر وهبدأ اختار تالت اختيار من تحت وهقف على الفلتر اللي انا واقف عليه ده وهتبدأ تدوس عليه هيفتحه لك بالشكل ده بص بقى لو ركزت هنا في الرقم ده كل ما هتبدأ تزوده كل ما هيقوي لك المسام دي بس احنا مش عايزينها تبقى كوي احنا عايزينها حاجة تبقى بسيطة زي كده بالزبط وكل اللي هعمله هنا ان انا هبدأ ادوسله اوكي تمام زي ما انت واقف هتبدأ تعمل ماسك وكنترول اي علشان تعكس المسك وبعد كده تبدأ تجيب بتاعتك تعلي هنا الفلو مية في المية وتبدأ يا سيدي تظهر المسام دي في بعض المناطق بعيدا عن العين وبعيدا عن تحاول تبعد عن الشعر بقدر الامكان يعني اهو وهبدأ احط المسام دي فبص كده هتلاقي المسام دي برضو بتدي شكل حلو لو ركزت في اي صورة فيها ريطاتش هتلاقم انهم بيعملوا الخطوة دي اهو ما تحاولش تقرب جنب العين خالص عادي ممكن تحط في ايده عادي اهو تمام فلما تجي تشوف قبل وبعد لو حد مبتدئ شوية ممكن هيحس ان لا ما فيهاش اختلاف ولكن فيها اختلاف كبير جدا مش هلاحظوا غير الناس القديمة شوية في المجال مهم يا سيد هبدأ اروح زي ما نواقف كده علشان اعمل لير فوق كده وهبدأ اروح للكاميرا رو فلتر بالشكل ده تبدأ هنا في الكاميرا لو في اي حاجة محتاج انك تزبطها في الاضاءة تعلي او توطي هنا بقى برحتك ولكن انا مش هزوت حاجات كتير هبدأ استكفي بكده فقط اهو قبل وبعد فشكرا يا معلم تعال بص كده على الصورة وتعال افتح لك الصورة الاصلية فلما تيجي تبص فرق قبل وبعد عايزك انت اللي تقول ايه يعني عايزك انت اللي تقول ولكن قبل ما تقول اي حاجة عايزك تعمل اشتراك في القناة وتنساش وكمان ان اتصال على النبي حاول تستخدم التريكات دي في حاجات مختلفة وتوريني يا معلم ابداعاتك اشوفك على خير في درس جاي وبس كده يا سيدي هنا اقدر اقولك ان انا وصلت معك لاخر الدرس ما تنساش بقى انك تشترك في القناة علشان اللي جاي زي ما قلتلك هتكون حاجات قوية جدا جدا وما تنساش كمان انت صلى على النبي في قلبك اشوفك على خير سلام